اشهد مع الشيخ سلمان بن خليفة جاء ذلك في البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والملديف والتي تمثلها مملكة البحرين وذلك في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية عبر تقنية الاتصال المرئي عليها مش اجتماعات الربيع المرئية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مجموعة البنك الدولي تلعب تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا من خلال تصميم سياسات مخصصة لإعادة وطيرة النمو العالمي القوي والشامل وحثم عليها البنك الدولي على تعميق تحليلها للآثار الاجتماعية والاقتصادية مع توفير التوجيه المخصص لتحديد أولويات الإنفاق والسياسات الملائمة خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة كما أعرب معالي الوزير عن ترحيب المجموعة العربية بالدعوة لتخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة الدخل ومواصلة تنفيذ المنهج متعدد الأبعاد الذي يتبعه البنك الدولي في إطار العمل مع المقرضين والدائنين بما في ذلك مساعدة الدول على تحسين قدرات إدارة الدين العام وزيادة شفافية الدين وتعزيز الاستدامة المالية خاصة للدول في المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات السياسية من ناحية أخرى أشارت لجنة التنمية في بيانها الختمي إلى أهمية تطبيق الإجراءات الجوهرية الموجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والأسواق المالية لدعم الأفراد والأعمال المتضررة بأسرع وقت ممكن حيث ستساهم هذه الإجراءات على دعم وتعزيز المنظومة الاقتصادية وتمكين القطاعات الاقتصادية من العودة تدريجيا من انحسار الجائحة ودعت اللجنة إلى استمرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم ومسندة العمل التنموي لمواجهة الفيروس والحد من الأثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم وأهمية استمرارية العمل على حماية الاستقرار المالي لمواصلة دعم نمو الاقتصاد العالمي